في عالم الآخرة وفي يوم القيامة أيضا هناك روايات أخذت بعضا منها على سبيل النموذج تتحدث عن مظاهر هذه الرحمة عن مجال هذه الرحمة هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه الرواية عن داوود ابن سليمان عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا هم أولياء لحساب كل الخلائق سيأتينا في الزيارة الجامعة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا من جملة نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم مآب الخلق مرجعهم إليكم وحسابهم عليكم لكن هنا الإمام يتحدث عن صورة من صور يوم القيامة في الرحمة الرحيمية في الرحمة الرحيمية إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته يعني معاصيه يعني ذنوبه فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل هذا كان عنده ذنوب فيما بينه وبين الله حكمنا فيها فأجابنا حكمنا فيها يعني أجزنا له الأمر يعني رفعنا عنه الحساب حكمنا فيها الله هو الذي حكمنا وأعطانا الإختيار حكمنا فيها فأجابنا في بعض الروايات ذهبنا إلى الله وطلبنا منه أن يعفو عنكم نفس المعنى ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها كيف يستوهبها الأئمة؟ إذا كانت المظلمة مع أناس من أهل الجنان يعطون درجات أعلى في الجنان وإذا كانت المظلمة مع أناس من أهل النيران يخفف عنهم العذاب يقال لأهل النيران بأننا نخفف العذاب عنكم فأسقطوا هذه المظلمة عن هذا الرجل من أشياعنا إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفى وصفح نحن نعف عنكم ونصفح عنكم وهذه مظاهر مجالي من مجالي الرحمة الرحيمية في أشخاص الأئمة في يوم القيامة وإلا هناك مجالي للرحمة الرحمانية وللرحمة الرحيمية أيضا في يوم القيامة لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن كل شيء في مثل هذا الوقت الضيق